مساء الخير أهلا وسهلا ومرحبا بكم منيش أقول في التاسعة مساءً ولا كبقية البرامج اللي كنت نقدمها سابقاً اليوم منيش نخاطب في المتفرجين المتاعي اليوم نخاطب في الشعب التونسي كل باش نفسر له ماذا حصل بالضبط كم ثلثة فرض ومحاولة اختيالي قبالة منزلي من طرف مجموعة ثلاثة من دول العربية ثلاثة من دول العربية ثلاثة بالكلام التاعي لماذا وقعت لاق بسراحة ليست المرة الأولى ولا الأخيرة التي سيطلق فيها القضاء التونسي الإرهابيين ومجموعة الإرهابيين تذكروا جيداً ميليشيات الفيسبوك والتي يعرفوها جيداً وللعديد منكم يعرفها جيداً والتي احتلت الفيسبوك منذ سنوات قالت قالت بأنه معظمة غربية يعمل في البلز ليتلاق تلفزتوا قناة التاسعة أولاً أنا عملة في البلز ليتلاق أي برنامج من برامش وأنا هتكلم منابرة في حديث الإذاعية والتلفزية ما نقوم مش يسر بالحوارات وحتى رمضان كان مفاجأة بالنسبة للرأي العام لأني لم أتكلم كثيراً على البر جهة رمضان هل تعتقدون الآن الناس اللي كانت فرشها في الحق معاك والناس اللي تعرف مليح الحق معاك إنو اللي كانت ممثل ولكننا نهار من نهارات ما خلنا في حتى حالة وعي طولهم الكل إنو فما مرأة تلبت مني أني نأخذ مليار ونصف أم مليون دينار سانسان ميل أم مليون سانسان ميل مقابل أن أتخذ حقها إن دولة سيريس وخمسة مليارات والناس شاهده ماذا كان ردت فعلي وقته وماذا قلت لهذه المرة ونحب نقول للسيد اللي جاني أيام الحملة الانتخابية الرئاسية ليعرض علي الأموال وملايين الدولارات بشن نحاس إلى طرف على طرف والذي اتصل لبعض شركائي بأنه يعلم جيدا بأنه اللي عندي حتى قن في الخارج وتعرف جيدا ديوانة اللي تبعتني واللي عادتلي مرة اللي جنيال في حادثة تقتل بالضحك متيبين كل مهربي البلاد وأنا معزمة غربية مشيت نبحث في صمت اللي اتكلمت ولحبيت نعم الباز على أربع رئيس اعتقتت الديوانة اللي جبتهم بطريقة شرعية والقضاء بيننا بأن يجبتهم بطريقة شرعية ثم نتوجه بالكلمة السيد سليم برحمي داني وقت اللي كان مزير عملك الدولة وتلك القضية الوهمية اللي عف مليح وستاذعب العليز الصيد كيفاش تعملت ولماذا تعملت وللأول مرة قضية فيها شركات مش قضايا فيها أشخاص من المصنوع واتهم لوقتها سجد سليم بالحميدان والنيابة العماية بالفساد لكن الظحم ان'و الرجاء quien يتصابgende الممثل القانوني ... ات... ان التهم ال المثل القانوني للشركة الفلانية وشركة الفلانية والمثل القانوني للشركة الفلانية وشركة الفلانية هم مız با غربية وليس المثل القانوني للشركة متاعي اللي أنا أصلاً ناسي الممثل الأممنيش الممثل القانوني إدعاء ويشكر القاضي الشريف حاكم التحقيق الشريف الذي يفهم كل الموضوع وختم البحث بعدم وجود جريمة أصلاً لهذه المحامين معي آيامات التاسعة مساءً وأنا كل أسبوع عندي زوز مواعيد معكم ولا عملت شوشرة ولا تكلمت مشيت وعملت القيس وتصورت وتهنت معي فقط الأستاذ عبدالعليز الصيد وهو شي أتعرفه لك خلينا نرجعوا لديها المقدمة شو أقول لكم لا أحبش نعمل بوز تجيت حد نعمل بوز لأنا هزيت مئة محامين كمية ونسكر مئتين محامين كمية ونسكر كنت واحدي تعرفت على القيس بحكم التحقيق كان شريفاً ليس كل حكم التحقيق اللي عنا اليوم وهذا التهين مباشر العديد من موجودين في القضاء اليوم أنه كان لأجمهورية إلى قضاء التحقيق بأنهم غير مستقدين بالمرة خلينا نبدأ ساعة نهارتي الثالي فات شمولي سعادة الثالي فات كنت في القهوة في المقهة المقابلة منزلي في نسكن السيد اللي جاء نهارة الجمعة نهارة اللي أنهارة واحد من بيروت وزوز من الناس أخرين اللي جاءوا سابقه نهارة الأربعة وسكنه في البلاس اللي مقابلة أنا نسكن فيه نسمع في حيث الآن قدامه الغرفة متعلي أنا موجود شها قلت باني عمري في حياتي لاحب يدعم البلاس نهارة لأثالي فات رجل في المقهة حاث التلفون يستمع لمدة خمسة دقيقة دون أن يتبعلم أي حرف فشكيت بالأمر يعني منذ مدة وأنا شك في أنه هناك محاولة الاختيالة منذ رفعت رئيسة الجمهورية الحماية عني ومنذ قرر الوزير الداخلية أو لم يقرر أنا لا أعلم أنه كان وسلولي وسلوله المرسلات اللي عملتم الكل يعني بعثت العديد من المرسلات إلى وزارة الداخلية دون إجابة متعرف وزير الداخلية من حماية شخصي ومن حماية مقار التاسعة اسأله عن عدد المحمين اليوم في تورس واسأله رئيسة الجمهورية قلت أنا رئيس يعلم أو لا يعلم لماذا رفع الحراسة عن شخصي ولم يرفعها عن نوف الورتاني وما يفميش نوف الورتاني بالغالد نحب أن تقل عنده الحراسة اسأله منكم علشنا حاول الحماية الأمنية وحماية رئيسة وعليش أصلا بعدما أنا نحاطي الحماية تلبت الحماية من وزارة الداخلية إلى يوم الناسي هذا ما جيتنيش تلبت من سيد محمد علي العربي الموجودون في توركي أتعشف في سفارة نغاتي السيدة ديلا ما أشتبهت بيه انزلت لقيت الشرطة لتحرص مقر بزنس نيوز تجأت إليهم فجاءوا بسرعة بسرعة كبيرة لا أشعندي باتارية لنحاول أني نزلت وكل الأبحاث اللي صارت في مركز البحر تؤكد محاولة الاختيار دانو راجل أولا قال بأنو عمره متخلقا والشهود شاهدوه هو زوزلي معه نهارين قبل يحوموا حول المقه وكل الأبحاث تؤكد صراحة بأنو كانت هناك محاولة الاختيارة وأنا وطالب اليوم بما تنصر من هذه الأبحاث لأن السيد وكيل الجمهورية خرجهم فقط حتى لا ترى حتى لا يتحاولوش ترى حاكمة دقيقة ويصبح محاول البحث عند جميع المحامين ماذا أقول لكم في الكلام هذا؟ الخطأ فهم خطأ كبير فوقو فيه الناس بتعتقد بأني كنت خايف في المركز كنت مثل عليهم لأنا خايف ولأنا تعب ماذا أقول لكم أنه فهم ناس أخرين جاءت من بعض بعدما سمعت بأنو الليبيين فوقو فيين وقترحوا هاليا لأول مرة في حياتي عمر ماريتا ما همش البوليسية تال مركز إنو مناكلوني منخية عمركم شفت منخية في المركز هذو هم ناس أخرين جاءوا والأنا معرفهم مليح واللي هم يسمعوا فيها دا اللي ما عرفوش اللي أنا تمكنت من معرفة أرقام الثلاثة البيئية والآن سأتحدى من وراءهم وأي واحدة نجن كذبني كخريت أرقام الليبيين الثلاثة هناك شرفاء في وزارة الداخلية مدوا لي بكل تفاصيل مكلماتهم يوم الأربعاء يوم بعد محاول الإختيال بعد ما أطلق سراحهم أسايد وكيل الجمهورية حتى يغادروا البلاد ما أكدفتش بهذا سورة الداخلية مدوني بكل أرقام اللي طلبوها واللي طلبهم ونحب أكدلكم بأن الأرقام غريبة ومسترابة وفيها أطراف داخلية من وسط البلاد أعرفهم جيداً اسموا فيها اليوم واتصلوا بالسيد هذا وأعرف تنقلات الخطر شرفات داخلية تريدون كيف يبدأ يتكلم يعفوه بالضبط هو نعرف تنقلاتهم الكريم واحداً واحداً والأرقام الكل تعالوا خبرات الأجنبية كل ما عرفتها والكل عندي وأتحدى لجميع اليوم لو كان واحد منهم ينجي مكبدأ بعد ساعة يجيكم تجديد ثاني أو بعد يوم في صورة اللي ما حصلش الآن فيحصل غدوة أو بعض غدوة بالأسماء والأرقام ولو كان واحد يحاول اليوم يغير رقمه أو يمس أي حاجة من السيستام بتاع التروازي أوبيراتور ورانج تونيسي التليكوم وأريدو ويحاول يفسخ أي حاجة لأنه ما عندنا أكسية من وزارة الداخلية ستكون حجة أخرى عليها لأنني مكتفيتش بالأرقام اللي جاتني شرفات الداخلية والأرقام اللي لقيتهم في القائمة مشينا أكثر بشكونهم وبشكون يتصفهم بشكون الآن أنا في وطير بالخارج ويوم وصولي يوم الجمعة جيت ناس عندي جنسياتها وأرقام بسبوراتها مشيكون بعثهم ومصورين عندي وكل تصويرات وتشجيلات كواقع أختيالي الليلة في هذا البلد الآمن شغل رأي العام وطالب من هذه الجهات العربية إنها فورا وأنا نحكي والشرطة السويسرية تعلم بكل الموضوع كل الموضوع عند الشرطة السويسرية لأنني موجود فيها في هذا البلد الديمقراطي الآمن المحترم الذي يحترم فيه المواطن وتؤمن فيه سلامته لاربع لي جاء ونهارة الجمعة يوم وصولي بالضبط إلى هذا النزل عليهم أن يغادروا الليلة وإلا سأكشف جنسياتهم مشكونهم بالضبط وراني صورته وراني نعرف كل شيء وأطالب أيضا بأن المخابرات الأجنبية الموجودة الآن في هذا النزل أن تغادر فورا ونحن أقول لكم لأنه من قتل شكري البلايد ومن قتل شكري محمد براهمي لا يرحمهم نزوز هم نفسهم اللي حاولوا اختيالي نارتلافا وهما نفسهم الموجودين في النزل هذا بشهدة العادي دين السكنين في هذا النزل ولأنا موثق كل تحركاتهم بالكاميرا بالصورة والصوت ونطلب من الناس من الدولة تونسية ومن رئيس الدولة ومن رئيس الحكومة بأنني أملك كل المعلمات لمن حاول قتلي ومن قتل شكري بالعيد ومن قتل محمد براهمي وأعرف جيدا كيفاش ميت طارق المكي وشكون حطلوا الفياجرا في كأس عصير كي يموت وأعرف كيف مات فوزي بن مراد وأنا لست مجنونا أنا صحفي أعرف ما يقول وأملك كل الأدلة على الوطنيين الشرفاء اليوم أنهم يرجعوا للبحث وأن من الناس اللي ساهمت من الداخل في محاولة تختيالي إما أن تغادر البلد فورا فورا والأفضل أن يكون هناك رجل في هذا البلاد أو أن يفتح بحث عن الأرقام اللي وصلت واللي قال باين وزارة الداخلية أنا مرقاوش أرقام مشبوهة وأنا قدامي قدام رئيس المركز شفت كيفاش السيد اتلقى في التعليمات في التليفون اللي طلبه هو للرقم الليبي وقدامي كيفاش أنا ورئيس المركز الشريف قبل أن تدخل جهات أخرى وتجيه للمركز وطلبه للشهادة أمام الله بأنه كان يطلب ثلاثة وخمسة دقيقة في نفس الوقت يجيوه ديلايت خمسة لاف واربعة لاف وعشرة لاف وخمسة لاف بشي ناجم بطبيعة اللي جاءهم بعد هما اللي فهموا للسيد وزير الداخلية أنه معزي هلوس والناس دوما كانت في الكلينيك السيد الليبي لما وقع القبض عليه قال عمري ما تخل في القهوة هذه فجابوا السيرفير قالوا ليه تخلت ويجيت البارح ويجيت ودت البارح وحومت حول المكان كل هذا موجود في البحث خرجوه البحث ليش فجاعة التفاصيل الأخرى يعني أعرف من بالضبط تحول أختيالي وعلى يوم إما أن يغادروا الباد أو أن يفتح التحقيق باش تهفهموا عصابات المافيا التي تعمل اليوم في تونس ونحب نقول أيضا في الأخير بأنني أعرف ماذا حدث بطرت في باردو وفي نظر الأمبريال والمتورد هنا فيه من الداخل والخارج وأنا لست برجل لا يقول الحقيقة وأنت تعرفوني منها من الشيات فيسبوك اللي بش تحركتوه وبش تقول بيني رجل مجنون يتفضله يعني ستشوفهم أيضا مافيات القتل عندي بالأدلة منذ سنوات وأنا بحث الموضوع لكنه لموصل الأمر إلى محاولة الإختيال على خطرني أعرفت حقيقة مقتل سكري بالأيد محمد البرامي أعلموا جيدا أنه كل من سيتعرف على الحقيقة سيقع اختياله أو قتله وسيموت بنوبة قوبي بنوبة قلبية كما صار للمناظر فوزي بن مراد بعد الكونفيرانس دو بريس الشهيرة واللي قالوا لكم وقتها بأنه مريض بالقلب قطبوا مرضو للشهادة وقلوا لها تقول بالضبط شنو قتلك كم تفترفون أطلبوا أبو الشهيد الشهيد اللي قتله في البلات وقلوا لبوه الشريف شو كان يقول لي في التليفون وماذا اكتشف ابنه في ديسك وفي ديسك في البسيمتاع وفي فلاش ديسك قلوا له يقول قبل ما يأثر عليه ولذي جاء أثر عليه وأصبحت أخته وزيرة وهو كاتبة دولة سقرات الشهيني قتله لأنه تمكن عن معرفة الحقيقة ماذا يفعل سقرات الشهيني في كل هذه من أعطاه التعليمات سأجيبكم سأجيبكم على كل أسئلتكم البلد في خطر ليس خطر الإفلاس البلد تحت أيدي مافيا السياسة والمال والناس اللي كل ما يهمها هو مصالحها والأموال الكبيرة اللي اتلقى فيها من الخارج سواء في الحكم أو في المعرفة وننبه من الآن صاحب الرقم خمسين خمسة وبعد هو يعفو لأنه معنى حتى محاولة بشي ساكر تيفونه لأنه عندي كل اتصالاته السادقة وأي محاولة منه ستكشف وهذا الشخص أعرفه جيدا انتمائته ولمن ينتبه فقط سؤال أنا كنت نسمع تحت النسيج الأمني في أريانا أنا هم بعض الزمالي أخذين كمازية الهاني سيد محمد البرهامي رحمه الله كان يسكر أيضا في أريانا نسأل عجاء لماذا جاءت ورقة السياقة وقالت بالاسم أن السيد هذا السياقة أختياله لماذا لا أعطوه القائمة لأنا فيها أنا أهم منه أنه ليس مهادد وقتا يكفي كان يحطوه وقتا في النسيج الأمني مع أن يكره بالدور تقعد الدور محمد البرهامي كانش يموت ورجعوا الأخر كلمة قالها في البرلمان تدفهموا على جميلة ورجعوا أخذ الكلمة قالها فوزي بن مرادي بالكونفيرانس دي بريسن تاعة الشهيرة قد تعرف على جميلة الآن نحب نأكد بشهادة الناس الموجودين في النزل اللي أنا فيه وجود أربع من جنسيات عربية الجو الأول مرة اللي هذا نزل في حياتهم مصوارهم آمن أطلب من دولهم أنهم يغادروا فورا قبل أن أكشف شكونهم بالضبط وأسماءهم الكاملة وباسبوراتهم وأطلب فورا من الناس الوطنيين في الحرس الوطني في وزارة الداخلية في وزارة العدل في رئيس الجمهورية في رئيس الحكومة أن يتخذوا الإجراءات اللازمة ويفضحوا الجميع يكفي كذبا يكفي كذبا على هذا الشعب اللي مشلق يكل يكفي كذبا على هذا الشعب اللي كذبتم عليه وسرقتم ثورته وسرقتم أمواله ونهبتموه إلى درجة إفلس الدولة يكفي كذبا أسأل باجي قاية سبسي يكفي كذبا رئيس الحكومة هو اللي معه والسيد الرئيس وكل محاولات اللي أعملهم في السابق للتوافق وغيره والكلام هذائي أنا لا أتوجه أتهام لأي حزب بل أتوجه أتهام إلى أشخاص إلى أشخاص معينين في حزاب معينة هم الذين يساهبوا في كل ذي الاختيالات أصدف السعيدة شاءت أني نلقى في تليفوني خمسة عشرين توجي سياب ديسبيوناج تنور يقولكم في وقت لاحق كنت مسموح حتى أنا ما نتكلمش لكني نتكلمت برشا لينة الأخرى وقلت ما نحبش المصارحة وإذا نتصالحوا نتصالحوا مع الفساد الكل حتى الفساد اللي بعد 14 جانفو اللي هم برشا وحتى الفساد اللي نحاولهم تحجير السفر ونحب أن كل سيدة رئيس الجمهورية إن كان يعلم أو لا يعلم بين واحد أشخاص هددني وموجودة فيديو عندكم بعد الطيارة ولم يتحرك أحد بالاسم أنا وزميل سفيان بن حميدة ماذا فعلتم؟ بالمقتضب مصحك يتحدث عن حرية الصحافة والطيارة دون يعني نتحدث عن الأشخاص اللي تتكلمت باسمه من قالوا يتكلم باسمه في عملية استقصائية ما زلتوا أعلم جيداً وكان فمنا شريف من شرفاء وزارة العدل سمعنا التشجيل حتى تفهموا ماذا يحصل في البلد ماذا كانهم نشمعوا حد التشجيل أطلب المحامين أنهم يطلعوا على تشجيل أطلب المحامين أو القضاءات الشرفاء يطلعوا الناس ماذا فيه تشجيل وإذا حكاية فرعية الآن لا تهموا وسمير سامير الوافي حلقة ضعيفة وقلتها لرئيس المحق ماذا الرئيس الشريف اللي اجتعمته بأنه سامير الوافي حلقة ضعيفة في عصابة كبيرة لكن للأسف هناك من يريد أن يحمي هذه العصابة من الداخل ومن الخارج هذه المداخلة أولى ستأتي المداخلة الثانية انقدرة للحياة بس ما كان أعتقد بأنه آمن الآن بفضل التدخل نسلي في هذا النزل ومدير الشريف وللا يحدث كل التحركات المستعرابة في هذا النزل وحذاري حذاري أي تكذيب أي محاولة لإخراجك مجنون نحكي سوطو على ميليشيات الفيسبوك بأن الحديث القادم سيكون أكبر وأخطر قوموا لبلادكم اقفوا وقفة أجل واحد مغير متكسروا مغير متفزدوا حافظوا على هذا البلد ولكن تفهموا أنه من يحكم فيكم اليوم حكومة ومعارضة حكومة خاصة وإتلاف الحاكم سيؤدون إلى خراب البلد كان يسرقوكم ترقوتكم يشعب الفقير الكادح اللي يجل بالزبلة فليتحرك الشرفاء ووجه كلامها الآن إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يتأكدوا مما قلتا ويأخذوا أرقام الهاتف ولكن ما عندهمش أنا عندي أنا عندي كل شيء بطبيع عندي كل المكالمة تمتحهم ارتقيت بصديق معزي السيناوي أفهمتوا كل شيء إن شاء لأكون بلغ رسالة إلى رئيس الجمهورية نلقاكم بالمقاربا لن أغادر البلد سأعود وإرفع عليه أي قضايا كيف حاول تتعمل كيف حاول تتعمل أنا لن أموت إلا بجانب قبر أبي وفي بلدي والتاسعة سترون المفاجآت الثلاثي ستتبت وسأرون بأنها ستكون غير معزي مغاربا إلا في بعض الأحيان لأني ما عنديش لهالو الساور هيجس من تعني نطلع في التالي الزابة طلعت ياسر تذوني حتى كرهتوني تتشفوا الشباب الناشط الوطني المهتم بقضاء وطني في الأيام القليلة القادمة تسبح على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر